الجزء تاع السلاسة الوسط اللي هو كيفية الخروج بالكورة لو تفتكر في امبراطي المنتخب الناجيلي عمل حركة كالوس كيروش لما لعب بتريزجيه في نص الملعب وتريزجيه وقتها كان لسه راجع من الاسابة كان لعب وقته قليل جدا مع أسون فيلا وقتها وما كانش لسه يعني لسه لجله في الملعب ودخل في مركز وقام ثمانية محتاج مجهود بدني كبير جدا ممكن يفكر الفكرة دي دلوقتي وتريزجيه جاهز بقى وتريزجيه بقى جاهز ويلعب بتريزجيه واحد من الثلاثة في نص الملعب أنا شايف أن لو هيغير في التركيبة بتاعت سلاسة خط النص أنا شايف أن يبقى زيزو زيزو لكذا سبب أول سبب طبعا أن زيزو عنده حتة التزديد وزي ما قلنا أن خط تفحهم لما هم مش مستحوذين على الكورة وفي حالة ضغط مش بيقابلوا من بره منطقته زيزو زي جونل وده بالضبط أنا حسس أن زيزو لو ممكن يبتدي المباراة ممكن يجرب واحدة زي بتاعت الوداة دي حيفرق معينا قوي في السؤال اللي انت سألته يا كريم بتاع الخروج بالكورة زيزو عنده حلول أن هو ياخد فاول ينقلك شوية أن هو يفتح على المساحة مع أن الصلاح يخش جوه أن هو يبقى بيلعب على الخط عنده كورة العرضية بتاعته وكورة السابتة كمان أنا شايف أن زيزو واحد من أفضل منفذي الكورة السابتة طبعا غير ضربات الجزاء لجوم مصر في آخر 20 سنة تتكلم مع كل السابتة ضربات روكنية فاولات ضربات روكنية فاولات وشفنا أن كان مباراة استنغال في الفاينل أن هو عمل اتنين كان ممكن يتم استغلالهم واحدة كانت للونش هو واحدة لمران حمدي فأنا شايف أن لو تركيب تخط النص أن ممكن يحصل فيها تغيير شوية تغيير إيجابي وفيه مبادرة شوية هو زيزو أنا شايف أن تريزي جي من على دكة البودلاء هيبقى ورقة مهمة جدا لأن تريزي جي بينزل فراش تريزي جي ممكن يلعب كمان على بوناصار اللي احنا قلنا أنه عنده مشكلة دفاعية تريزي جي لما المجهود البدني بتاع الفرق اللي قدامك بيقل شوية تريزي جي بيبان يبقى بس عمد تريزي جي حتة الفينيشنج أنه لو قدر أنه يعالجها فتريزي جي أكيد هيبقى ورقة ربحة خصويا كمان أن مرموش مش العيب اللي أنا متأكد أن هو هيديني 90 دقيقة بنفس الرتم وبنفس المجهود فأنا شايف لو هنغير في التركيبة دي وأنا أفضل الموضوع ده مش بفضل تماما الموضوع أنه نلعب 4-2-3-1 مع السلاسي بتاع السنغال القوي جدا مش عايزة أفضلهم نص الملعب زيزو هيديني حلول كتير قوي وأهمها أنه هو حل لطلوع بالكورة بدون النقل العرضي اللي ممكن ما يكونش مفيد شوية طيب